شفتوا لحد الان شو الفرق بين التخصص عندنا والتخصص عندهم احنا الواحد بداهم خمس سنوات في الطوارئ بصير اخصائي الطوارئ هم عندهم لازم يكون عندك باكالوريوس وبعدين خبرة وبعدين قد امتحان وبعدين تاخد دورة سنة او ماجستير او دكتورة وبعدين تصير ممرض اخصائي الطوارئ خلينا نكمل الجزء السابع من تخصصات التمريض بامريكا والتي بعضها عمرك ما سمعت فيه والتي بعضها لا يوجد الا بالولايات المتحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرض واللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فلو عجبك العنوان خليك معنا للاخر ولا تنسى كالعادة الهند واشنك البس الجلافز وهات الماسك وتفضل معي حبا يبناء ممرضين الكلة تخصص ممرض الكلة بسموه النيفرولوجي نيرس او الرينال نيرس ممكن يكون معك ديبلوم متجسر او باكالورس بعدها تاخذ الانكليكس ويكون معك خبرة سنتين في قسم باطني كلا او غسيل كلا ويفضل ان يكون قسم باطني جراحة او آي سيو بدي يكون معك خبرة الفين ساعة خلال اخر سنتين وتنجح في امتحان النيفرولوجي نيرسينك سيرتيفيكيشن كوميشن في جهة معينة بتعطي الرخص لممرضين الغسيل كلا اللي بعطيك رخصة سيرتيفايد نيرس لممرض الكلة العام هذا بتكون يعني شغلك باطني كلا بتعملش غسيل او سيرتيفايد دياليزز نيرس اذا بدك تعمل غسيل كلا للناس فقط لممرضي غسيل الكلة بتجدد الرخصة بخمس واربعين ساعة دورات كل ثلاث سنوات النيرس اتورني تخصص جميل للناس اللي ما بيحبوا البيت سايد انت بتكون ممرض ومحامي في قان المعنى اثنين وبواحد زي الناس كافين فانت بكون معك اثنين لايسنس لايسنس كممرض ولايسنس كمحامي ممكن تشتغل مدرس في الجامعات ممكن تشتغل في دعاوي المحاكم التي ترفع ضد الممرضين بالذات ممكن تشتغل فيه اقسام الريسك منيجمنت او البيشنت سيفتي في المستشفيات لازم يكون معك بكالورس بعدين انكليكس بالنسبة للشق القانوني لازم يكون عندك رخصة اسمها جيريس دكتور او شهادة بالقانون من اي كلية قانون بعدين رخصة البار اكزاميناشن من الولاي اللي بدك تشتغل فيها فبتجيب بار اكزاميناشن نيويورك بار اكزاميناشن تيكساس وهكذا بالنسبة للشق التمريدي ما في رخصة محددة للممرض اللي بده نشتغل محامي لكن انه يكون عندك رخصة في المجالين احسن هناك اكثر من رخصة ممكن انها تقوي موقفك وتزيد من اعتراف الناس والمؤسسات باختصاصك مثل اللي بتاخدها من الامريكان اسوسياشن اوف ليجال نيرس كونسلطانت ولازم يكون معك انكليكس ورخصة مزاولة مهنة لازم يكون عندك عدد ساعات معينة كممرض مستشار قانوني او ليجال نيرس كونسلطانج اكسبرينس ولازم تجتاز الامتحان اللي قلنا عنه قبل شوي بعض الولايات تعمل العكس تقدم رخصة في التمريض لبعض المحامين اللي هم الهيلث لو سيرتيفيكيشن فبيصيروا مختصين في قضايا الاهمال الطبي وما شابه لتجديد الرخصة طبعا تحتاج لعدد ساعات معين من الدورات في المجالين معا فبدك اكم ساعة في التمريض او اكم ساعة في القانون النيرس ايديوكيترز او الناس اللي بيشتغلوا في التعليم المستمر هذا تخصص قائم بذاته اللي بعضه محاضرات للأطباء والممرضين بدي يكون معك ماستر او دكتوراه في اي تخصص وتشتغل في التمريض قبلها سنتين او ثلاث الرخصة اللي هي سيرتيفايد نيرس ايديوكيتر وبعضوك اياها منظمة الناشونال ليج فور نيرسينج والتي تحتاج مجسر تمريض او خبرة سنتين في التعليم خلال اخر خمس سنوات قبل اداء الامتحان بتجدد الرخصة كل خمس سنوات بخمسين ساعة دورات او بتمارس المهنة لفترة معينة كنيرس ايديوكيتر وربما يلزم اعادة الامتحان حسب الجهة المانحة للترخيص من التخصصات العجيبة ويمكن ما تلاقيها الا بامريكا واضن انها جديدة على الساحة اللي هي نيرس انتر برونر اللي هو رائد الاعمال او رجل الاعمال الممرض بيستفيد رجل الاعمال الممرض من مهارات التمريض من جهة والذكاء التجاري من جهة لانشاء وادارة اعمال متعلقة بالرعاية الصحية فانت ممكن تقدم الاستشارة ممكن تقدم ممارسات خاصة ممكن تقدم تطوير منتجات او تدريب صحي او غير ذلك فانت ممكن مثلا تعمل شركة للتمرض المنزلي شركة للاجهزة الطبية شركة مثلا مستودع ادوية اشياء زي هيك واجبك تخطيط الاعمال التسويق الادارة المالية تقديم الخدمات التطوير المهني المستمر وهكذا لازم تتخرج من الجامعة انكليكس يفضل ماجستير بالتمريض او ادارة الاعمال وبتشغل ثلاث او خمس سنوات في التمريض ويفضل خبرة في الادارة والقيادة يعني لو كنت رئيس قسم بيكون احسن مفيش رخصة محددة تحصل عليها لكن ممكن تأخذ رخصة اسمها Certified Nurse Executive يعني رخصة في انك تصير مدير او رئيس قسم تأخذها من الامريكا نيرسز كريدينشالينج سنتر وبتجددها كل سنتين او ثلاث بعشرين الى ثلاثين ساعة دورات تختلف حسب الجهة اللي منحتك الترخيص وممكن تنتسب للناشنال نيرسز ان بيزنس اسوسياشن للمزيد من الفائدة والمصادر والمعارف والعلاقات الناس اللي ما بيحبوا او اللي زهقوا من التعاون مع البشر تخصص يجمع ما بين التمريض وعلم الكمبيوتر لانتاج برامج تسهل حياة الناس يعني انت شغلتك تحول ملف المريض الورقي الى ملف كمبيوتر اللي بالاردن بعرفه شو يعني برنامج حكيم واللي في الخليج بعرفه شو يعني برنامج السيرنر فالنيرسنج انفورماتيكس يا اما بيصمم او بيخترع برنامج زي هذو يا اما بتابع البرنامج هذو في كل مستشفى فكل واحد علق مع السيستم مش عارف يغير الباسورد كده برنامج عليه بيزبط له الوضع فالنيرسنج انفورماتيكس هو استعمال الكمبيوتر لتحسين فهم وادارة المعلومات الطبية اللي هي ملفات المرضى في امريكا يعتبر فرع للعديد من العلوم فهو فرع من التمريض فرع من الكمبيوتر فرع من الباثولوجي فرع من الطب الوقائي وغيره لازم يكون معك بكالوريس انكليكس رخصة المزاولة مهنة وخبرة بالتعامل مع ملفات المرضى الالكترونية ويستحسن يكون عندك خبرة سنتين او الفين ساعة في الالكترونيك هيلت ريكورد او الدياتا منيجمنت او او اي اشي اللي دخل بالكمبيوتر مع ثلاثين ساعة دورات في بالذات خلال اخر ثلاث سنوات يستحسن يكون معك ماجستير تمريد وبعدها متين ساعة دراسة بالجامعة في مجال النيرسنج انفورماتيكس مع خبرة سنتين بالنيرسنج انفورماتيكس واخذ رخصة من الامريكان نيرسز كريدينشلينك سنتر في الاخير بعطوك رخصة انفورماتيك نيرسنج سيرتيفيكيشن وتجديد الرخصة خمس وسبعين ساعة دورات كل خمس سنوات عشان تكون رئيس قسم او مدير التمريد للمستشفى كامل في تخصص اسمه نيرسنج منيجمنت فانت بده يكون معك باكالورس بعدين تنوكليكس بعدين رخصة الولاية بعدين يصير عندك خبرة في ادارة التمريد لعدة سنوات لازم يكون مشهود اليك بالصفات القيادية ومهارات تنظيم العمل والمهارات الاشرافية او تكون ما يخذ دورات في الامور الادارية هاي تنجح في امتحان اللي بعطيك رخصة اسمها اللي هي عشان تقدم هذا الامتحان بده يكون معك باكالورس او اعلى مع خبرة بالادارة او خبرة بتدريب طلاب التمريد على الاقل لمدة سنتين في اخر خبس سنوات وبده يكون عندك ثلاث ساعة دورات في اخر ثلاث سنوات وبدك تجدد الرخصة بدك خمس وسبعين ساعة كل خمس سنوات ياب تاخد امتحان الـ AONL اللي هي American Organization for Nursing Leadership تعطيك رخصة اسمها Certified Nurse Manager and Leader عشان تقدمها الامتحان لازم يكون عندك باكالورس وخبرة سنتين كرئيس قسم او دبلوم كلية مع خبرة اربع سنوات لما تروحها الجامعة راح تتعلم شو يعني البحث العلمي فعشان تكون باحث في تخصص اسمه Nursing Researcher أو Researcher Nurse لانه التمريض تخصص Evidence Based فالممرض الباحث يساهم في تقدم علم التمريض باجزاؤه للدراسات والبحوث لازم يكون معك طبعا قلشي ماجستير فانت بالبداية باكالورس انكليكس اخذت رخصة الولاية بعدها خبرة بعدها ماجستير تاخذ ماجستير أو دكتوراب التمريض اللي هي دكتور أوف فيلوسوفي النيرسنج أو دكتور أوف نيرسنج براكتس هاي نظري وهاي عملي أو بدي يكون معك خبرة خلال دراسة الماجستير كباحث مساعد أو باحث زميل اللي هو فيلوشيب انترنشيب أو ريسيرتش اسيستانت بوزيشن عشان ترخص راح يعطوك رخصة اسمها من منظمة سنتين خبرة في البحث العلمي وشهادة في البحث العلمي أو أي حقل مختص به أو بتاخذ رخصة تطلب منك ثلاث الاف ساعة خبرة مع شهادة في حقل متعلق بالبحث عشان تجدد الرخصة هاي الرخصة الثانية عشان تجددها بدك خمسة واربعين ساعة دورات كل ثلاث سنوات في بنات بيسألوه طب كل هذا للتمريض القبالة شو بطلع لهم ممكن تكوني نيرس مدوثري بنفس الوقت فبتدرسي تمريض وقبالة مع بعض بتقدمي الرعاية للأم السليمة أو الول ومن كير وبتقدمي الرعاية خلال الحمل وما بعد الولادة تعطيهم وسائل تنظيم الأسرة أو البرث كونترول وممكن تقدمي رعاية للرجال في حالة الأمراض المنقولة جنسيا على فكرة الممرضات في هذا التخصص بالذات واحد بالمئة منهم رجال لأن الزوجة لو مرضت رح ينتقل المرض لزوجها فرح تعالجي الرجل أيضاً ممكن تكوني يعني أنت زيك زي النيرس براكتيشنير أو زي الطبيب العام تفحصه وتكتبه أدوية وممكن تفتح عيادة ممكن تولد النساء في البيوت أو مراكز التوليد وممكن تدرسي طلاب القبالة في الجامعات بتأخذي من الأمريكان مدوفري سرتيفيكيشن بورد رخصة أو برنامج للدراسة بعد البكالو بعدها بتقدم امتحان مدوفري نيرس اكزامناشن بعدها بتطلب رخصة من الولاية طيب شو الفرق بيني وبين القابلة القابلة بتدرس قبالة بس انت بتدرسي طمريد بعدين قبالة أقل برنامج لهذا التخصص 27 ساعة وفي بعض البرامج في هذا التخصص أونلاين مثل البرنامج اللي بأخلوه من جامعة جورجتاون على سبيل المثال لسه التخصصات ما خلصت احنا كل الفيديوهات هاي يا دوب حكينا عن نصهم ضايل كمان أجزاء كثيرة تابعونا فيها واستمتعوا لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد ناول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته